ترأسة الأميرة للا حسنة اليوم في الرباط اجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الأميرة للا حسنة كانت قد أطلقت مبادرة للشباب الإفريقية من أجل محاربة تغييرات المناخية بمناسبة قمة الأمم المتحدة للعمل المناخية التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر المنصر كما أصبح مركز الحسنة الثانية الدولي للتكوين على البيئة الذي تم تدشينه في رابع 2019 أصبح مركزا للنشر عمليات التربية والتحسيس التي تقوم بها المؤسسة بين مجلسات المؤسسة وضع برنامج شواطئ نظيفة في نسخته العشرين الذي انطلق بحملة تواصلية واسعة خلال الموسم الماضي بخصوص برنامج جودة الهواء فقد تم تطويره سنة 2018 على أرض الميدان سيما في مدينة مراكش التي اعتبرت مدينة تجريبية من أجل إنجاز حساب الكربون وإدماج الحركية الكهربائية للدرجات النارية